خلينا أبدأ مع حضراتكم حلقة صليت اللسان بأنواع السلوكيات المذمومة اللي رسالة ربنا سبحانه وتعالى نزلت لصليت اللسان تصنفها له وتقول له السلوك ده اسمه كذا وإزاي حرام والسلوك ده اسمه كذا وإزاي بيأثر بالسلب عليك وعلى اللي حواليك السلوك الأولاني هو اللمز واللمز هو كلام بيطلع من الإنسان بقصد جرح من أمامه ظاهر الكلام طبيعي وباطنه يحمل معاني مؤذية أيام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة كان الصحابة لما يحبوا يعودوا مع سيدنا محمد يتعلموا منه منه كانوا يقولون يا رسول الله راعنا راعنا يعني يدينا من وقتك وعلمنا من علم ربنا سبحانه وتعالى وكلمة راعنا في اللغة العربية تحمل معنى الرعونة فكان يجي اليهود يقول له يا محمد راعنا فنزلت رسالة من ربنا بإلغاء الكلمة من ألسنة الصحابة مدام تحمل معنى باطني في نوع من استهزاء اليهود يبقى إحنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مش هنقول الكلمة دي لأنها ممكن ممكن تحمل معنى مؤذي فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم كلمة تتلغي لأن ممكن تحمل من جواها معنى يدايئ اللي قدامك فينزل القرآن رسالة من الله بإلغاء الكلمة دي ومن ضمن اللمز اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه في القرآن وانا بقول لك هول لمز كلمة ممكن لو واحد قاعد معنا ما يفهمش ان انا بأسيء اليك بس بيني وبينك كده انت فاهم ان فيه من جواها كده ايه حاجة مضيقاك وانا قصدها وباين من الطاقة اللي طالع مع الكلمة لما واحد يساعد حد في يوم من الايام وبعدين يفكروا بالمساعدة دي انت كنت في يوم من الايام تعبان وانا اللي وقفت جنبك وكأنه بيذله فربنا في القرآن بعت رسالة على تحريم المن والأذى قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يعني كلمة مؤلمة والله غني حليم يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى المن ان انا فكرك ان انا وقفت جنبك في يوم من الايام ومن غير كنت هتضيع والأذى اني افكرك بحالتك اللي كانت ضيعة وانت متبهدل وانت مذلول فكأني بفكرك باحتياجك ومذلتك وبفكرك بان انا لساعدتك شيء بيكسر قلوب الشخص اللي في يوم من الايام ربنا احوجك ليه وادك رزق عظيم ان خلاك تساعده هذا المن والأذى اتحط عند العلماء من باب اللمز الكلام المؤلم تحصل لما ست تساعد جزء في بداية الجواز وتيسر عليه وبعد شوية تفكره في وسط الكلام كده انا يعني برضو يعني ايه يا ما ساعدتك وعملت بطريقة كده يؤسس الراجل ان هي كأنها اشترته او الراجل العكس لما يوقف معاها ويساعدها ويوسع عليها ويقول لان انت لحم اكتافك من خيري كلام مش حلو كلام مؤذي الصالحين ما بيقولوش كده حتى قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بلاش تكسروا قلوب بعض بالكلام اللي مش كويس زي ده النوع التاني او السلوك التاني المؤذي لللسان الصليط هو الالفاظ الفاحشة ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللسان النظيف اللي القلب الرحيم الرئيق واقف قدامه يقول له ما تقولش كلام فاحش والفاحش هو الشيء المؤذي اذا تعدى وانتشر وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بعت رسالة لما الصحابة والعلماء اروها فهموا الدرجة اللي ربنا سمح بيها من الكلام الشديد قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الحسن البصري اللي متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لما الواحد يتظلم ممكن يقول كلام مش كويس ايه كلام اللي مش كويس ده يا حسن قال يدعو يقول اللهم أعني عليه ده تفسير التابعين اللي اتربوا على ايه الصحابة لا قال يجتموا بالام ولا يسوأ سمعته على السوشال ميديا ولا يعد في كل قعدة يجتموا شتائم نابية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال يقول اللهم أعني عليه وسيدنا قتادة أحد كبار المفسرين يقول ذلك من قول الرجل اللهم خذ لي حقي من فلان هو ده السوء من القول احنا أم مؤدبة أم عندها حياء أم ما عندهاش مبررات في القرآن تشتم بألفاظ نابية وتقول الشرع قال نشتم لأنهم ظلمون لا يحب الله الجهر بالسوء من القول المقصود بالجهر بالسوء هو الدعاء على من ظلمك لأن خد بالك ساعات كتير واحد يظلمك في مالك أو في أي شيء فيبقى مثلا يوم القيامة مديون لك بمليون حسنة قعد أنا خمس ست سبع سنين اللي ظلمني ده اشتبه في كل قعدة واجيب سرته واشوه سمعته فابقى مديون له فروح يوم اليوم أفاجأ إن أنا انتصرت في الدنيا بالإساءة لي والأصل إن الإنسان لو حد ظلمه عنده إما يعفو أو يحاول ياخد حقه أو يدعي ربنا يا رب خذ لي حقي وانصرني يا رب ده شأن الصالحين وده لسان المؤمنين اللي ما عندهمش لسان صليت وده اللي جه في رسالة الله إلى صليت اللسان ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلأوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون